بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً نشوف مبانيهم أصلاً في الماضي القدامى هي مباني خضراء وكيف نقول مباني خضراء؟ أول شيء لأنها أصلاً المواد المستخدمة فيها مواد عازلة طريقة البناء، سماكات الجدران العناصر العمارة التقليدية في المبنى التقليدي مباني كلها باردة في الصيف ودافية في الشتاء أهم عنصر في المبنى التاريخي أو المبنى التقليدي قديماً اللي نسميه إحنا الكورتيارد الكورتيارد هذا عبارة عن الفناء الداخلي وبيوت التقليديك عموماً الهوى الحار يرتفع للأعلى المحيط اللي تحت ينزل فيه الهوى البارد اللي هو الحوش اللي داخل الحوش فيتوزع في الغرف وكل حياة باردة عندنا فيه موجود الإير بولر أو اللي هي الفتحات اللي موجودة في كل الممرات هي السراديب هذا اللي كنت بسألك عنه اليوم يعني اللي نشهده في التصاميم مثلاً خلنا نقول حيل في هيدة تاريخ في دبي والعديد من الأحياء الأخرى سواء كان في بوظبي شارجة، عيمان، مقوين حتى الفجيرة هناك لحظة أن هناك سراديب تسمح بدخول الهوى إلى الغرف كيف تعمل هذه السراديب على تبريد الهوى؟ اللي هي منها الملاقف نعم الملاقف نحن نسميها في دبي نسميها البارجيل مثلاً نعم البارجيل هو عبارة عن ملقف هوى برج إلى مداخل من كل الاتجاهات اللي هم سواء الشمال أو الغرب أو الجنو صحيح وين ما هي الهوى دخل في شكل مثلثات دايركت على الأسفل الغرف وعادة يستخدمون حتى يحطون مواد غذائية أحياناً أو غيرها في هذه المنطقة الدخول هو عشان يبرد بعد مع تهوية المحيط اللي داخل نعم يعني هذه على مستوى البناء الخارجي نعم على مستوى التغذية كانوا يشربون لبن وحليب مثلج من وين كانوا يبوا ثلج؟ وإذا توفر كيف يخزنون هذا الثلج أن يتم ثلج ميدو باعتبار أنه ما في ثلاجات شوف أنا شفت في التقرير جزء من المخروط هذا اللي يستخدم هذا ما كان يستخدم عندنا حقيقة في منطقة الخليج مش موجود كان موجود في صحراء فارس مثلاً وغير مناطق اللي هي لأن عندهم صح مناطق صحراوية لكن في الشتاء تكون قارصة البرودة وفي الصيف حارة أكثر من الحار يمكن اللي عندنا